يهلا والله بالجميع معاكم الوجيه واليوم راح نتكلم عن حياة الممثل الجميل والرائع وصديق البيئة ليوناردو ديكابريو على السريع كده تأكد لي انك مشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي اول باول ويلا خلينا نبدأ ليوناردو ويلهم ديكابريو ولد عام 1974 في مدينة كاليفورنيا أمه من أصول ألمانية وأبوه من أصول إيطالية سهلت نفسي كثير زمان ليوناردو ماهو اسم دارج في العالم الغربي كثير يعني نادر تلاقي أحد اسمه ليوناردو مو زي جيمي ولا مايكل ولا توم ولا غيره من الأسماء الدارجة وبعد البحث والتحري وقراءة بعض القصص اكتشفت السبب يقول لك أم ليوناردو هي حامل فيه أو هو لسه مازال في بطنها كانت تتفرج على رسومات الفنان الشهير ليوناردي دافنشي في أحد المتاحف في إيطاليا وأثناء ما كانت تتفرج على الرسومات حبيبنا ليوناردو أعطاها أول ركلة في بطنها الحركة الأولى هذه غالبا تكون لحظة تاريخية في سجل أم الطفل أمه قالت يا للهول هذه رسالة كونية هناك قوى غامضة تطلب مني أن أسميك ليوناردو يا بني ليوناردو أعطاها وضعية ترى كنت مخنوق بالحبلة السري لا أكثر يا ماما المهم بالفعل أطلقت عليه اسم ليوناردو لأنه ركلها في بطنها وهي حامل أثناء مشاهدتها للوحات الفنان ليوناردو دافنشي هذا بالنسبة لسبب تسميته بهذا الاسم أمه وأبوه تعرفوا على بعض في الجامعة وحبوا بعض وانتقلوا من مكان لآخر وأخيرا استقروا في هوليوود ولما صار عمر ليوناردو تقريبا سنة انفصلوا عن بعض أو تطلقوا عاش ليو مع أمه وكانت تتنقل فيه من حي لحي ومن مكان لمكان واشتغلت في عدة وظائف عشان تأمن له الحياة طيبة قدر الإمكان كل الأمور هذي كانت ماشية زي الفل وبرضو كان فيه تواصل بينه وبين أبوه من وقت الآخر ما قطعوا بعض تدرون عاد أنه ليوناردو يتحدث الألمانية بطلاقة يب ليوناردو يتكلم ألماني والسبب أنه كان يعيش مع جده وجدته من أمه في ألمانيا أحيانا يب أكتسب اللغة من هناك دخل ليوناردو عالم التمثيل من يوم كان عمره خمسة سنوات وأخذ دور في مسلسل بسيط كذا ولا طول يا جماعة طردو على طول دقوا على أمه وقالوا لها تعالي شي لي ولدك أشغل أم أم طاقم العمل من جد جماعة وطردو لأنه كان فوضوي ومزعج بعدها الفوضوي هذا توجه لعالم الإعلانات التلفزيونية وسوى إعلانات كثيرة ومختلفة ومشي حاله وفي عام 1991 حصل على دور في فيلم اسمه Creators 3 وكان دور بسيط جدا كبداية له حتى الفيلم يعني كان مشي حالك والله بالخير تقيمه تقريبا أربعة من عشرة ولكن كانت بداية بعدها برضو مثل في مجموعة أعمال بسيطة وكانت أموره ماشية في العام 1992 تم ترشيح أربعمية شخص من ضمنهم ليوناردو للتمثيل في فيلم اسمه This Boy's Life تخيلوا من بين أربعمية مرشح لهذاك الدور تم اختيار ليوناردو ديكابريو السؤال مو كيف السؤال مين اللي رشحوا لهذاك الدور روبرت دينيرو يب إنه لشرف عظيم يا ليوناردو وبالفعل مثل معه ومشيت الأمور وفي العام 1993 حصل على دور ثاني مهم جدا في فيلم اسمه What's Eating Gilbert Grip ومثل معاه في هذاك الفيلم الممثل الكبير جوني ديب وأداء ليو في هذاك الفيلم كان مرة أسطوري بالرغم من إنه كان لسه شوية صغير حتى إنه ترشح لجائزة الأوسكر لأفضل ممثل مساعد عن دوره في هذاك الفيلم أما في العام 1995 ترشح لدور في فيلم اسمه The Quick and The Dead شركة سوني كانت المنتجة لهذاك الفيلم وكانوا مترددين في توظيف ليوناردو لهذاك الدور قالت لهم الممثلة شيرون ستون وهي أحد أبطال الفيلم يا عمي أعطوها الدور وأنا بدفع راتبه من جيبي كانت مؤمنة جدا بقدرات ليو لدرجة إنها دفعت راتبه وبالفعل دفعت راتبه وسوني قالوا أوكي ما عندنا مشكلة أدفع راتبه ديم سوني what's that المهم الفيلم برضو ما كان ذاك الزود يعني مش الحال أما في العام 1997 حصل ليوناردو على أحد أهم وأكبر الأدوار له واللي تم تخليده في التاريخ إلى هذا اليوم فيلم تايتانيك ولما جاله هالدور رفضه يب ليوناردو رفض دوره في تايتانيك المخرج جيمس كاميرون قال له يا ولد تعود من الشيطان ما يصلح كذا ليوناردو قال له لا لا يا أخي أنا ما أحس أني أقدر أقدم الدور هذا الله يخليك أمزح طبعا ما كانت هذه المحادثة ولكن فيما معناه المهم المخرج جيمس كاميرون لاحقا أقنع أن هو الأنسب لهذا الدور وأنه ارتأى فيه ما لم يراه في أي شخص آخر وبالفعل وافق ليوناردو على الدور وقدمه بكل ما أوتيه من إبداعه وحقق الفيلم إيرادات تجاوزت الاثنين مليار دولار وكان أعلى فيلم تحقيقا للأرباح هذه الفترة تخيلوا أنه من العام 1997 ظل ماسك مكانه ولا تحرك وظل متمسك في المرتبة الأولى كأعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات ولكن في العام 2010 جاء فيلم أفاتار ماشي ميتين وأخذ مكانه تايتانيك وصار هو المركز الأول المضحك في الموضوع أنه تايتانيك وأفاتار من إخراج نفس المخرج جيمس كاميرون أنا الأول والثاني وبعد عشر سنوات تقريبا جاء فيلم أفينجرز إند جيم ماشي ميتين وخمسين وأخذ المركز الأول منهم الأثنين وصار هو الأعلى تحقيقا للإيرادات بعد فيلم تايتانيك ليوناردو تحول إلى شخصية مشهورة جدا بالذات عند الفتيات وتكونت ظاهرة اسمها ليو مينيا أو مهوسات ليو ليوناردو في هذه الفترة اتجنن معاد صار يقدر يخرج ولا يطلع ولا يجي العالم كله يلاحقه إلين كره حياته صار خلاص ماهو داريش يسوي بل أنه في العام الفين صرح وقال الشعبية اللي حصلت عليها بعد عرض تايتانيك أمر مستحيل أحصل عليه مرة ثانية وأتمنى أتمنى أني ما أحصل عليها مرة ثانية حاجة غريبة يا أخي الناس ذولي ومن بعد التايتانيك انفجر سيتليو وأصبحت تجيها العروض من كل حدب وصوب ولكن ليوناردو ممثل ذكي ما يقبل أي عمل دائما يختار أعماله بكل عناية عكس الكثير من الممثلين اللي يمثلون في الزين والشيين ما تفرق معاهم أهم شيء الفلوس ملاحظة على السريعة وأنتم تابعني في حسابي في الإنستجرام نزلت منشور لأفضل عشرة أعمال ليوناردو ديكابريو بتقدر تطلع عليها هناك طيب نكمل تخيلوا أنه هذا الممثل العظيم واللي قدم أدوار جدا كبيرة ورائعة من بداية مسيرته إلى تاريخنا الحالي ترشح فقط سبع مرات لجائزة الأوسكار وفاز مرة واحدة فقط قبل ما يفوز بالأوسكار طلعت عليه إشاعات أنه الأكاديمية تكرهه وأنه عشانه يرفض الماسونية ومدري إيش ومن هالكلام وفي الأخير فاز بالأوسكار كأفضل ممثل في عام 2014 عن دوره في فيلم The Revenant وكسر اللعنة ورمى بجميع الإشاعات والكلام الفاضي اللي كان ينقال عنه في عرض الحال ومعليش يا جماعة أصلا في هذاك الفيلم إيش ما سوى ليناردو ضارب مع دب ونام داخل أحشاء حصان ميت وتمردغ وغرق وتجمد في الجليد حوسة يا رجل يعني لو ما أخذ الأوسكار بعد هذاك التعب كان فعلا الناس صدقت أنه الأكاديمية تكرهه أو أنه عندها مشكلة معه أما بالنسبة لحياته الشخصية فليناردو ديكابري هو صديق مقرب من الممثل توبي ميجواير والممثلة كيت وينسلت وبرضه الممثل لوكس هاس وطلعت إشاعات كثيرة أنه كيت وينسلت تحبوا منها الكلام ولكن الواقع يقول أنهم فقط أصدقاء مقربين لا أكثر أما بالنسبة لحياته العاطفية ليناردو دخل في علاقات كثير مع عرضات أزياء كثير يروح مع ذي ويترك ذي ويرجع لذيك ويطلع مع هذيك وإيش ينجم وفي العام 2005 كان في عرضة أزياء كندية اسمها أريثا ويلسن أو أريثا ويلسن شيء زي كذا بدون مقدمات وبدون أي أسباب وخلال أحد الاحتفالات في هوليوود جات وضربت ليناردو على وجهه بقزازة ودخل على إثرها المستشفى ويقال أنه تم تخيط وجه ليناردو بـ 17 غرزة ولما سألوها عن السبب قالت والله كنت أحس بواحد ثاني يا ما عليش يا جماعة خارش يا بريال ولاحقا تمت محاكمتها ودخلت السجن لمدة سنتين يا فعل ناف مع أنها شوهت وجهها المسكين أما بالنسبة لدعمه للأعمال الخيرية والأنشطة البيئية والسياسية فليناردو ديكابريو ساهم بشكل كبير في أعمال كثيرة فكان من أول الدعمين لحملات الرئيس السابق باراك أوباما ودعمه في كل الحملتين اللي ترشح لها ودعم أسر وأطفال من أفريقيا في قرية صغيرة في دولة موزنبيق لما كان يصور فيلم بلوت دايموند وتبرع بمبلغ مليون دولار لحملة إغاثة دولة هايتي بعد الزلزال اللي حصل لها في العام 2010 أما من ناحية دعمه للبيئة فليناردو يستخدم سيارة كهربائية كنوع من توعية العالم وعنده برضو بيت صديق للبيئة كل البيت يشتغل بواسطة الواحة الطاقة الشمسية فضلا عن مساهماته المتواصلة في توعية العالم عن حماية البيئة والاحتباس الحراري وغيره هذه كانت أهم المعلومات عن هذا النجم اللطيف ليوناردو ديكابريو شاركونا في التعليقات أفضل أفلام ليوناردو بالنسبة لكم وإيش أكثر دور تحسون أنه فعلا كان يستحق الأوسكار عنه إلى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والضغط على زر الإعجاب كان معكم الوجيه بإيمان الله